فريق الكهرباء راح يواجه في أولى مبارياته في هذه البطولة فريق الكويت الكويتي طبعاً مجموعتها المجموعة الثانية في بطولة كيس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الوحدات الأردني وأهلي حلب السوري كل التوفيق لفريق الكهرباء ممثل الكرة العراقية في بطولة كيس الاتحاد الآسيوي وأيضاً لفريق الزوراء الممثل الثاني في هذه البطولة في نسبة أنه شيء جيد في نسبة الكهرباء بمشارك بطولة الاتحاد العاسوي يمثل البلد بهذه البطولة التكمن الصعوبة هي بمشاركة الأولى إضافة إلى عدم الجاهزية المبكرة لهذه البطولة نتيجة انتهاء الدوري بوقت متأخر بعدما أعطينا الراحة لللاعبين تبلغنا بتوقيت المباراة الأولى اللي هو 19.09 لو تحسب الفترة الزمنية بالإعداد هي غير كافية جدا على العكس ننتظر لحد الآن المحترفين لحد هذه اللحظة ما طلعت الفيزة المحترفين لصعوبة الإجراءات هنا يعني هذا ليس مبررات بالعكس بس هذه ظروف واقعيا مر بيها إحنا مقلقين إذا حضروا المحترفين من وقت جاهزيتنا يعني بنيناها تدريجيا صح ما راح تكون متكاملة لا راح نكون جيدين ثلاث بطولات معنا عدي قوة جوية كاستحاد الآسيوي بطبخ الرابع معنا عدي الكهرباء أكيد شرف للي أكون متواجد بهيك بطولة فرينا حاليا في حالة الاستعداد خلال ممكن معسكر تدريب يكون خلال الأيام القادمة مباريات ودية اللعبين جاهزين لهيك بطولة أغلب اللعبين المتواجدين على سقة أنه ممكن فري الكهرباء مثل ما أقدم الموسم السابق مستوى جيد على مستوى الدوري أنه نكون رقم صعب بطولة الاتحاد الآسيوي إن شاء الله يا رب نقدر نكون رقم صعب بالبطولة نتمنى دعم من كامل الاتحاد أو من مزارة الشباب الرياضة لأنه مثل ما كل بيعرف لحنا حاليا نمثل العراق مهم مثل لها حاليا كان فريق الكهرباء فأكيد نتمنى من جميع الدعم الحمد لله وشكرا استعدادات كلها زيانة نحن فريق جاهز من الموسم السابق تعرفه نقدمنا نتاج مميزة نطمح إن شاء الله نقدم المزيد هذا الموسم وفريقنا يبقى تمت جاهز إن شاء الله نمثل الكرة العراقية خير تمثيل أكيد نحن الكادر التدريب دائما يزرع بنفسنا يعني كلاعبين نروح المنافسة بأي بطولة أي فريق نحن بدأنا قبل سنتين أو هاي معنا موجودة عدد اللاعبين جميع اللاعبين نروح المنافسة دائما موجودة